السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا وكل بسمعني معكم السوف الصفاء من قناة تيو. اللي بسمعني الاول مرة اعجب الفيديو منتاج الشرك وفعلنا الجرس. اليوم بازن الله. تعبير عن الزراعة ومحافظة على الارض الزراعية. صف سابع من السوري. اه الزراعة ركن الاساس لحياة الانسان. فلو يمكن استغناء عنا في منبع جميع الخيرات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من احيى ارضا ميتة له بها اجر. وما اكلت منه العافية فله به اجر. مقدمة لمحة وشاهد. حديث شيطان الرسول. اه العرض هنتكلم على اهمية الزراعة والمشكلات التي تعاني منها الزراعة. اه تلعب الزراعة دورة مهما حيث انها سبب اساسي للاكتفاء الذاتي. وتدعم الاقتصاد. كما انها اه توفر فرص عمل وتقالل من البطالة. وتحسن مستوى المعيشة وتزيد دخل الاطلاف راض. والى جانب انها مصدر للحصول على الطعام وتفسر جميع المنتجات او المنتجات. من خضروات وفاكية وحبوب. ومصدر غزاء للحضانات الطيور وغيرها. تعرض الزراعة للكثير من الاعتداءات. منها عدم استغلالها في الزراعة والتجريف والتسحر. ولذا علينا بالمحافظة على الزراعة من خلال تخصيص اماكن لبناء المنازل والمصانع بعيدا عن اراضي الزراعية. ما ينبغي العمل على بناء السدد بناء السدود لمنع الانجرافة التربة. وننسى حماية التربة من التلوث بالمبيدات. مبيدات الحشرين. اه خاتمة نصحنا مشاهد ايضا. اه علينا بالمحافظة اه على الاراضي الزراعية. للحاح في النصيحة. الخاتمة اللي للحاح في النصيحة. نصحنا في العرض. وهنا الخاتمة اللي للحاح في النصيحة. علينا بالمحافظة على الاراضي الزراعية وتحسين الزراعة. فالزراعة مصدر رزق طريقة لعيش حياء هنئة. ويقول الله عز وجل لبسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. مقدمة اترك فراغ مسافة كلمة العرض. اترك فراغ مسافة كلمة ايضا. خاتمة اترك فراغ مسافة كلمة. كل فقرة جيدة نترك فراغ ملتزم بعلمات الترقيم. عند القوة نضع النقطتين. الشاهد نضعه بين المزدوجين. فاصلات بين الجملة والاخرى فاصلة. التعبير يبدأ ويضع نتهب نقطة. نقطة في نهاية المقدمة. نقطة في نهاية العرض. نقطة في نهاية الخاتمة. شاهد نضعه بين المزدوجين. عند القوة نضع نقطتين. وغيرها من علمات الترقيم. اشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم لعجبكم الفيديو متنسى تشتركوا وفعلنا الجرس قنوة تيوك ليست قنوة واحدة بل اكثر من قناة قنوة تيوك مخصصة للتعبير وانشاءات وضعيات تلقصات دروس اداعات مدرسية تقارير رسائل ابحاث مدرسية قناة تعليمية اكيد اشتركت فيها دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته